موسيقى مشاهدينا مساء النور عليكم مرحبا بكم في عدد جديد ولقاء جديد من بردمجكم الواقع هو هذا أعود وألقاكم في دردشة جديدة في موضوع جديد بحضور سيدات لليوم ستكلمون معنا على واحد الجانب اللي كي همنا جميع أكيد أنه الجريبة اللي دينا منها واللي مرينا منها خلت أثر نفسية كبيرة عندنا وبالزار دي الأسئلة كتطرح قدامنا إلى ما بعد الحجر الصحي اليوم ستنقشوا لهذا الموضوع بحضور ضيفات كريمات من مختلف الدول العربية وسنبدأ رحب الضيفات الجالي وسنبدأ من الكويت وسنبدأ رحب الدكتورة سالي فتحي فهمي وهي أخصائية أمراض نفسية خريجة كليات الطيب جامعة الإسكندرية مرحبا بيك دكتورة سالي شكرا على دعوتك الكريمة لحضور البرنامج وبحي شعب المغرب كله أنا مبسوطة أن أنا معيكم من مهاردة مرحبا بيكم شرفانا ومنورانا أهلا وسهلا أيضا حضرة معنا من لبنان الدكتورة ريتا هيكل حسون عطلة وهي دكتورة في علم النفس العيادي والمراضي مرحبا بيك دكتورة ريتا نسعد ما سيكون أهلا وسهلا ومشرفانا أيضا من المغرب ونشتقيت لأنني نتناقش معها يعني مدة طويل هذه ما تتكلمناش الأستاذة أمينة نوكايري هي أستاذة ومحللة الجماعية مرحبا بيك للا أمينة ومشرفانا منورانا سترى للا سكينا أنا بالعكس جد جد فرحانا أني نكون معكم اليوم في هذا اللقاء وخاصة مع هذه النساء كي يستحققوا لتقدروا الاحترام لا من بلد كويت ولا من بلد لبنان ومرحبا بيكون في بلدكم الثاني من المغرب نرغبا أن نصد التواصل الشمائي لكن مرحبا بكم في جميع الحال إن شاء الله نتمنى لكل نقاش الشيط ونوصلوا للنفجة اللي بغينا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وبطبيعة الحال غا نبدأ منك أمينة يعني إحنا كنشوفوا الأوضاع الآن في المغرب شبه مسيطر عليها للأسف هذه الأيام الأخيرة عرفت واحد الارتفاع في نسبة الإصابات وكنك تبقى أرقام اللي متحكم بها يعني أرقام اللي هي إلى حدود الآن مقارنة مع العالم إحنا غادلين في طريقة اللي هي مزيانة ولكن بزاف دي الأسئلة للطرحات إلى ما بعد الحجر الصحي الناس واللي فات أنها تقلز في الدار واللي فات أنا تدعليها كلي تقول لك أنا ما بقش عرفت نخرج للشارع أنا تلفت على المشيها تلفت على التواصل مع الناس وشارع قدر نخرج مجموعة دي التدابير اللي خاصنا نعيش معها يعني كمتا عرفه الإنسان يوم تسعب عليه أنه يتجاوزها يعني الأمر تتبقى تبلي ويسو كينا كيف ما قلت المغرب بحال وحال مجموعة من الدول العالم ككل عرفت معاناة مع شائحة كورونا ولكن الحمد لله كلنا من بين دول رائدة أنها اللي قدرت أنها عند علا الجيهات ومكانت سلطات محجية أو أيضا الوزارة الداخلية أو الوزارة الداخلية اللي قد دينا أننا نكونوا من بين الدول اللي سيطرنا على هذا المعرض اللي بغينا نكونوا وحاولنا أننا ما نكونوش من بين الدول اللي ما نتضربش في الكثير لكن سؤال اللي هو اللي هو أنتروح الحمد لله رغم أن مؤخرا بدأت الوثيرة دينا دينا الشوية لأننا ما نقولش بأننا بزات من بعد معلات الدولة أن الحجر الصحي لربما غديثالي في شهر يونيو ولكن مع ذلك مؤخرا دينا كنشوفوا بأن الوثيرة بدأت كثير تافع بعد ما كانت مخارضة بشكل كتير إذن سؤال لك يطرح نفسه الناس عودوا على أنهم يتواجدوا في المنازل ديالهم وخاصة النساء بشكل كتير اللي كانوا كيشتغلوا شفية القوريصون كيتواجدوا في المنازل ديالهم لمدة تقريبا واحدة شهرين ونص أولا تلشهر جميع الأشياء اللي كانوا ما كيذيروهاش بحكم العمل قالوا القوريصون بأنهم غيروا النمط ديال العيش ديالهم من وحد نمط ديال العيش ديال اللي كانوا يشتغلون لكيما وكيتواجدوا في المنازل ديالهم بدأت أيضا واحد الظاهرة ديال أنه بدنا كانتواجدوا مع الأفضل ديال نام بدنا كانتواجدوا مع الأزواج ديال نام بدنا كانتواجدوا شمل الأساري يعني هذا الحجر الصحي كانت عنده إيجابيات طبعا كانت عنده سلبيات وجوك وكيف أن تحضر عليها الأخصائية نفسية ديال الحالة النفسية اللي عشوها الناس رغم الإيجابيات أو السلبيات ديال الحجر الصحي إلا أن ما بعد الحجر الصحي السؤال هو إشمالية تدابير يعني هل هناك تدابير اللي خصنا نديروها باش أننا نرجعون نمط العيش ديالنا اللي كننا نعيش في قبل كيف ما قلت سوكينا بالذك ديال النس هما يتواجدوا في المنازل ولي فواحد نمط العيش جديد للقورية المجهور أنهم يتواجدوا فيه ولكن مع كامل الأسف كيف يتقلم معه كيف يتقدر أنه يتقلم معه ولكن بين ليلة الوضوحة غير القرص أنه سيرجع النمط العيش دياله جديد يعني سيرجع الاشتغل سيرجع المطاهي سيرجع هذي دعلي الوازيغ اللي كانت يدير قبل ولكن بحتياط لأنه سنقل سنرجع يعني لما سنرجع بواحد نسبة ديال مئة في المئة لما لم يطلع لدينا اللي كان قبل ولكن سنرجع بحتياط بطبيعة الحال باغيت وطبيعة الحال الوقاية للغسل ديال يدينا أو التعقيم ديالهم إلى غير ذلك ونحترم الأمكان التي توجد فيها نحترم المسافة للأمان إلى غير ذلك لكن كما قلت لا تعيش مثلا أنا كإنسان مثلا أنا كنت نشتغل بطم أنني أستاذي كنت من القطاع للتعليم تواجدت في الحجر الصحي يعني كانت تعليم عن البعد يعني كانت نشتغل عن البعد يعني لم يخرج لدينا المنازل مؤخرا في هذي الأيام طريت أنا لنخرج لنقضي أغراض مهمة لقيت رسحة السيارة وكيش نعرض نسوقها إذا لقيت أنني بحل كان نقوله واحد لمدة ما درتيش واحد الحاجة ألوقت بغينا نعود ندروها من جديد وكيش نبدأ من الأول إذا كان أعطي جيد واحد الميطة البسيط اللي ربما غير نشهد وش حال من واحد ماشي فقط الآن أكيد سنتقل عند دكتورة ريتا الحالة الوبائية بلبنان تمت السيطرة عليها نسبيا حسب معلومتي كان واحد نوع من الخوف لدى الشعب لبناني أكثر ربما من التدابير التي تم اتخاذها يعني كأن الحجر الصحي قرار تخذه الشعب قبل أن تتخذه الدولة وبالتالي ما هي الأوضاع الآن وكيف ترون أبعاد خروج خروجنا من الحجر الصحي بصفتي العامة بالنسبة لنا نحن بلبنان لما عرفنا بقصة الكوفيد 19 ونحن مجبورين مثل كل البلدان نستقبل اللبنانية اللي بدن يجو من بره بإنها نحن عنا كثير طلاب بمختلف دول العالم بدأ ترجع عند أهلا مثل ما عملت كل البلدان يعني أبناء الوطن بس نحن عنا يعني نحن اليوم كان عنا بالوزارة تكريم لكل الأكيب يلي هن أشخاص متطوعين كل شيء بين دكاترا وبين طلاب وبين ناس يعني كل حدا باختصاص وكان في جمع لوزارة الصناعة مع وزارة الصحة مع وزارة التربية كلنا تعوان بقيت واحدة وكلنا بطريقة يعني كنا متطوعين بهذا العمل ناس عملت مقالات أنا من الأشخاص اللي عملت مقالات من اللي عملت فيديويات في عنا طلابنا على الهوتلاين يتصلوا بالأشخاص تنعمل مع احترام التباعد بمطرح نقدر نحمي الأشخاص لأن نحن كمين عنا مشاكل غير الكوفيد نانتين نحن عنا مشاكل كنا على صعيد اقتصادي وإشيا فتنحمي العالم ما تتفاقم الإشيا ما يصير عنا سور شارج بالبروبليم اللي عم بيصير إن كان ايكونوميك أو شو ما كان فتعواننا كلنا كأيكيب بإيد وحدة وهيدا الحمد لله يعني ما كنا متوقعين يكون فيها الصليداريتها بهالقوة ما بيقولوا بالمحن عن جد يعني بهيدا التكاتف كان جميل جدا وما حدا يعني كيف ما تبرمي بتفتحي مجالة الأمن بتلاقي ما قالي عن بتحط بتلاقي بتتصل على الهوتلاين بتلاقي نحنا بمطرح كل كل شي عم نحكي كل ما عم نطلع على الإعلام عم نقول تليفوننا مفتوح ما بدنا مساري اللي بيحس حاله مضغوط يحكينا فهيدي انه يعني نحنا اللي حكا معنا كلهم بيتخصصوا برا ونحنا حتى بيختصاصنا كلنا منسافر منتخصص منعمل دورات ومنجي منستفيد نحنا نحب هيكي نكون معروفين اللبنانية بيحبوا الطابولة بيجمعوا الاشياء الضدية من كل البلدان فاستفدنا من هيدا الشي واستفدنا من التقدم والحمد لله رب العالمين اكيد بعدنا بالتعبئة بعدنا في حجر بس متل ما قلت مية بالمية الشعب مسؤول اكيد الدولة عم بتتابع وشاقوبة بس الشعب عارف حاله شو بده عارف شو يعني عارف شو يحمي حاله اكيد في زعبرة واكيد بمطارح ما بتشوفي غير في جو طبولة والعالم مثلا ما عم تحترم المسافة بس برضو ما جو غيبت في عنا هذا الشي في عنا الإدفاعشون ناسسا نعم سنتناقش عن الجانب النفسي اكثر ولكن قبل ذلك سأنتقل عند دكتور سالي دكتور سالي يعني أنت قاطنة بدولة كويت فربما تثلك معلومات عن الوضعية في مصر ولكن عايشت الوضعية التي تميزت بصعوبتها في الكويت خاصة أنه حالات الإصابة بكوفيد كانت مرتفعة جدا في هذه الدولة فيعني كيف تم التعامل وتسجيج الجانب النفسي لأن له تأثير كبير يعني كثير من الناس شعروا بأعراض الكوفيد فقط لضغط النفسي ربما لم يصابوا ولكن نفسيا أصيبوا بكوفيد سادر تمام في البداية يعني أنا أحب أشكر دولة الكويت على التدابير الاحترازية الرائعة اللي هم عملوها الموضوع كان حازم جدا من أول يوم بدأ في الوباء الحظر القفل الملات المحلات والشعب كمان كان متعاون جدا مع الدولة في الموضوع دا بالنسبة الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة يعني عايزين نقول للناس شوية يعني معلومات عن ايه الوضع بعد الكورونا آآ قبل جائحة الكورونا اللي احنا بنمر به هدلوقت دي كان مثلا الإنسان اللي بيهتم زيادة عن اللزوم بغسيل الإيد آآ بيعقمها بزيادة كان بعض الناس تنظر إليه إنه هو إنسان موسوس في النظافة آآ أنا منكرش إن فيه مرض اسمه الوسواس القهري في النظافة ولكن ده بعض الناس كان ده تصرف يعني طبيعي دلوقتي يعني بعد جائحة الكورونا يعني أقدر أقول تقريبا كلنا بقينا بنهتم جدا بالصحة العامة وبالنظافة الشخصية وبغسيل الإيدين كلنا عندنا في جيوتنا الكحول في السيارات عندنا الكحول فبقى يعني الموضوع مختلف تماما عن آآ قبل الكورونا آآ كمان موضوع والسوشيال انتراكشن والسوشيال ديستانسي آآ قبل الكورونا كنا بنخرج وبنروح ملايات بنحضر الحفلات الأسرية والمناسبات آآ بعد ما حصل الموضوع ده بقى فيه اختلاف كبير يعني خلاص أغلب الناس قاعدين في البيوت التجمعات تقريبا وقفت الناس ذات نفسها بقت متخوفة أصلا من الزيارات الأسرية بقت يعني تتفادى الحالات الملهش لازمة قوي فده ممكن يعني برضو حسس الناس بيعني ان احنا كان عندنا يعني اللي احنا تحرمنا منها دلوقتي ودي ممكن تكون قثرت بالسلب على بعض الناس من ناحية الاكتئاب أو الحزن أو العزلة الجزء الكويس عشان بس يعني ما نبقش بنقول للناس حاجات كلها سلبية الجزء اللي انا شايفه كويس قوي في موضوع الجائحة ده موضوع الانترنت الانترنت انا بعتبره بتاع جائحة الكورونا دي قبل الكورونا كل يوم نستخدم الانترنت وكل حاجة بس ما كانش يعني بالطريقة دي المدارس قفلت الطلاب بقاهم قاعدين في البيوت بقاهم بيعوضوا حضور المدارس بالانلاين الناس اللي كانت مسلا بتاخد كورسز في اي مجال تاني بتاخده اونلاين اي قبل الكورونا كان ممكن يعني الواحد في مجال محيط البلد بتاعه صعب ان هو يوصل للكورس المعين اللي هو عايزه دلوقتي تفتحت ازهن الناس لفكرة الدراسة من عن البعض كمان في مجال العمل لقينا ان يعني بسبب ان اغلب الاعمال التعطلت فبقى في يعني تعويض عن الاجتماعات بتاعت العمل بالفيديو كونفرنس وشفنا في اه كل دول العالم تقريبا الوزراء اللي بيعاملوا فيديو كونفرنس كمان فده سهل كتير جدا الكميونيكيشن اه سهل كتير العمل ودي حاجة احنا برضو ما كناش بنعملها بالصورة بتاعت دلوقتي اه كمان موضوع الانلاين شوپنج اه كان موجود قبل الكورونا بس برضو مش زي دلوقتي دلوقتي خلاص عشان يعني كل المحلات تقريبا افلى فاغلب متطلباتنا بنطلبها اونلاين فدي حاجة يعني كويسة كدا فتحت لنا حاجات حتى يعني الاغلب طبقات المجتمع يمكن كانت ثقافة الانترنت كانت معتمدة اكتر على الناس الهايه اديوكيتد لكن دلوقتي بقينا بنشوف ان يعني اغلب طبقات المجتمع بقيت بتستخدم الانترنت بصورة قوية وانا شايفة ان يعني حتى بعد الكورونا يعني الموضوع هيكمل كده يعني موضوع الانترنت هيبقى ليه دور فعال قوي في حياتنا وكمان انا بحب اقول للناس احنا لسه مكملين في وباء الكورونا معرفش قد ايه بس يعني الفترة مش هتكون قصيرة هنفضل مكملين الى ان تكتشف لنا شركات الادوية الدواء او المصل المناسب ليه الى ان يحدث هذا فاحنا مكملين في الكورونا انا مش عايزة اخوف الناس انا بس عايزة اقول لهم ان يعني الحقيقة هترجع لطبقيتها بس يعني مع تعديلات اه مع الاحتياطات الصحية المهمة اللي تحمينا بس مش هنرجع زي ما كنا. موضوع التواجد الاسم زي ما قالت الضيفة الكريمة اه برضو يعني قبل الكورونا كنا بنلاقي الزوج مشغول في عمله الزوجة لو بتشتغل برضو هي كمان الاطفال في المدارس لكن اثناء الجائحة لقينا ان الاسرة كلها بقت متجمع في بيت واحد اه بقى في تواصل اكتر بين الاب والام والاطفال اه يمكن الاهالي يحسوا بفايدة وجودهم وقد ايه ان الاطفال محتاجاهم واعتقد ان يعني بعد ما تمر الازمة دي مش سهل ان الناس تخلى عن جو التواجد الاسري اللي احنا اه شوفناه ده. اه ده بالنسبة يعني. تفضلي. انا مش عايزة اتنقل دلوقتي للاثارة النفسية السلبية انا بس عايزة افتح موضوع يعني ما قبل وما بعد الكورونا دلوقتي. اكيد اكيد احنا غير رجعوا للجانب اخر ربما يسمح تليا فقط وحنا تناقشو. غادي نرجع عندك اوسادة امينة يعني احنا عشنا تجريبة اه بواحد النوع من 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 تقوف ربما تشي اه لاحظنا اه كان يعني اه يعني اه عدد من الناس اللي سجلت بعض الاضطربات اه يعني النفسية من هلع من توطور من اه اه الخوف يعني اه اللي قدروا يصلي يعني لخوف المرادين مجموع من الاخصائي النفسين اللي تابعوا الناس عن بعد باش يمكن انهم يتجاوزوا هذه المرحلة هذي. اه الحمد لله تجاوزنا واحدة المرحلة اللي هي صعبة. ما كاش سهل عنينا انا نسمعو من الناس اللي كتموت وما نقدروش نحضروا في الجنازة جالهم. ناس اللي اه اه نقدرو نفقدوهم بسبب الفيروس. ربما كانت تخوف على المحيطين بيننا وعائلتنا اكثر من نفسنا. طرحت بزاف جال اسئلة كيفاش يمكن يكون كل علاج من بعد كيفاش يمكن تكون اموري للطابيسي الى غير ذلك. داس المرحلة اللي هي صعبة. واحد الفترة عرفت واحد نوع من التراخي. كأنه الناس اقلمات وتعايشات مع الفيروس. يعني يحتل يعني الشعار اللي اللي تم تداوله في ذيك المرحلة. اه نوعا ما كان كيخوف. من بعد جينا للمرحلة التمهيدية اللي ربما احنا كنحسو بانه قد يكون يعني واحد نوع من 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 الانفراج. ربما قد يكون تمديد مع تخفيف او يكون رفع على الحجر الصحي. ما زال كانت تنوينين المعلومات التامة. فبالتالي هذه المسألة هذه من شأنها انا خلقات واحد نوع من الاسئلة خاصة وانا من بعد العيد الناس رجعت للخدمة. فمن رجعت الناس للخدمة اه رجعت ويتتالفة. يعني كين من الناس اللي يقول لك انا شخصيا ما بقيتش عرفت تلبس حوية جي الصباح. نصابوا جي الصباح. نوش دراسي للخدمة. كيفاش غادي نمشي البرو. شنو غادي ندير. اه كينما قلتي كين الناس اللي مقوش عرفوا يخرجوا لحياتهم المهنية يعني العملية يتلقوا مع ناس يشتغلوا معهم مع احترام التدابير يعني فقط. والفوق نخدموه بالتليفون نخدموه من الداري لغير ذلك. مكان شوش عند اقرب الناس كان صعيب. فبنسبة لك من الرؤية يعني لابن نقول السيكولوجيا كيفاش يمكن لنا نعود ونرجع مرة اخرى للتفاعل الاجتماعي مع اتخاذ الاجراءات والتدابير بطبيعة لحظة. شكرا سكينا. كما قلتي بان الفترة ديال كوفيد ونقدروا نقولوا وما بين غادي نخرجوا وما بين ما غاديش نخرجوا. هنا فين كين لكا اخصائي الاجتماعي ولا تأخصائي نفسيين فين خصوصا بدون نشتغلوا مع المجتمع ككل. المجتمعات ككل. كان نوع من الهلاع كالنوع من الخوف غير لنا نمط عيش ديالنا الاجتماعي ككل. من نمط عيش مثلا نقدر نقول بين قوسين عشوائي او مثلا نمط عيش من انتقائي كل واحده كيفاش كان كي يعيش فياته. تفرض علينا اننا كنا نبدو نعيش بواحد طريقة اللي هي نمطية يعني كنا بحل بحال كنا نحفظوا على الصحة ديالنا كنا نقصنا نديروا تسادة بارسخية كنا نقصنا نديروا تسادة بارسخية كنا نقصنا الوابع. الان الكلام حول ما بعد الحجر الصحي. ما غير نقدرش نقول داباتي ما قلت في ما عندلاش واحد تأكيد وكانت سنو كاملين واش غير يكون تمديد او لا غير يكون رفع الحجر الصحي او لا غير يكون تمديد مع طوارئ ولا رفع مع طوايا هل تشكل نقدروا نقولوا بأننا سي مغيد كل واقع باقي لحدي لانتشي حاجة ما هي ياسوب لا منطرف الوزارة ولا منطرف الوزارة ولا منطرف الوزارة. وفقط يلا سمحتي يا غين اكد لانه اكد واحد مسألة لانه البرنامج يسجل نهار اثنين اذا احنا الاربعان مفروض انه يكون عندنا المعلومات اللي غير يتبت نهار الاربعان مفروض انه يكون عندنا المعلومات ثابتة ولكن احنا الى حدود الان وحنا كنسجلون البرنامج كنت نقشون طلاقا من المعلومات اللي عنا حالية. تضع. انا غاي ام تحدثوه لا كين تمديد او لا كين رفع. سواء غيكون رفع او لا غير يكون تمديد. لكن في جميع الحالات كنسجلون الى ما بعد الحجر الصحي. كما قلت في الحجر الصحي هناك ما كانت ولاك ايجابيات كيفما كانت ولاك سيديات. ومن بينا كدرون انسجلون الى السيديات اللي كانت في هذا الحجر الصحي كما قلت فيه هو الجانب النفسي. يعني ان الناس عانوا نفسيا من انهم واحد المهار كانوا يخرجوا. وكانت الحياة ديالهم عادية. كيتصرفوا الطريقة اللي هي عادية من دانجين مع الافراد داخل المجتمع. كيقضيوا الاغراض ديالهم كاملة. لا في الاسواق ولا في المحلات تجارية الى غير ذلك. بين ليلة الوضوحة. كالقون فترهم في المساكن ديالهم. عندها ايجابيات كثيرة كيفما قالت الدكتورة على المستوى ديالأسرة. ولكن كانت عندها مشاكل نفسية. الآن هو ما بعد الحجر الصحي. سؤال ديالكسوكيلا سيكون قد نخرجوا. ما هو التدابير؟ أنا كنقول التدابير هي اننا قد نخرجوا بتمهيد. يعني ما غاد نرجعوش لحياتنا كيفما كناها 100%. يعني الرجوع يجب أن يكون بطريقة سدريجية. لاحظ لحظة لمستوى العام لاحظ لحظة 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 لحظة. وأننا ما نكونوش تجمعات كبيرة. يعني نحاولو نحاضو على المسافات ديال الألان ديال. لافش كنكونو كنهضروا مع بعضياتنا أو لافش كنكونو بشامعين مع بعضياتنا. على ما أظن المحلات والبقاهية والمحلات التجارية. حتى هي غادي تداب نفس التدابير باش أن ما يكونش هنا تفتت ثلاث. باش ما نرجعوش النقطة اللولى اللي قلنا فيها. هي أننا ترتافع النسبة للبقاء التي يصابوا بالوباء أو للنسبة لتصابين بالوباء ديال كورونا. إذن السدادير كما قلت أولا نفسيا هي أننا نقلعو نفسنا أولا بأننا في واحد المرحلة وبائية. نحن ماشي أحرار أصنفقهم. يعني أننا نحن محتاجين رغم نخرجوا نبقوا في تدابير ديالنا. محتاجين نشوفوا عائلتنا ونشوفوا نرجعو للمطن العيش ديالنا القديم. ولكن ماشي بنفس الطريقة لأننا دائما كما قلت ديالنا الوباء كين. وبقي لنشاش وبقي لنعنجوش واحد الدواء. الخطأ باقي كين. الخطأ باقي كين حيط بينا. وهو واحد العدولي ما كنعرفوش مني كين. يعني عدولي ونجول. إذن خسنان نفس التدابيري. كلنا عليها وعاو بأننا هذه التدابير اللي حافظتين على حياتنا. وحنا في الحجر الصحي رهي نفس التدابير اللي غتحافظ على حياتنا وخارج الحجر الصحي. إذن كنقول هذه هي النقطة الأكاثية اللي خسنان وعاو بها جميع. شكرا لك أمينا. طبعا الحل ده بغى نتقل عند دكتورة ريتا. يعني دكتورة ريتا ربما التدابير ما بعد كوفيد 19. يعني خروج الناس مرة أخرى لحياتهم. لن يكون ذلك بالسهل لأنه لن يكون من الممكن الرجوع إلى الحياة الطبيعية كما اعتدنا عليها. ولكن الخروج سيكون بتدابير. اليوم نحن أمام تعايشنا مع الفيروس. ولم نتخلص منه وإنما سنتعايش مع فيروس كورونا. هلأ قدما نجرب نخلي الأفانتاج للبريزانت طبعولنا هلأ بهلأ التعبئة وكيف نحن منعزلين والسوشال ديستانسي وكل هولي. نحن كوفيد 19 هو سيتون كاتاستروف انترناشونال والإفاة طبعا نيجاتيف. يعني ما بدنا نجي واللي عم يسمعنا ما يصدقنا. أهم شيء الشفافية والمصدقية. صحيح؟ يعني أهم شيء نحن الأشخاص اللي عم تسمعنا تصدق أنه هالأخصائيين هالكاترة اللي عم تحكي. عم تحكي الواقع. عم تحكي العلم. عم تحكي الحقيقة. صحيح نحن بكاتاستروف كتير كبيرة. نحن عنا مناس دو لابي. نحن عنا الاشخاص اللي عندها دي برولم سيكولوجي. اللي عندها بردسبزيشون ع دي برولم سيكولوجي. هالأ في كتير ريسك يصير عنا ديك لانشما. يصير عنا أباريشون. بس الاشخاص اللي هنه أن بانسانتي بسيشيك ما بيصير عندهم هيدا الشي. يعني الكوفيد 19 ما بتخلق أمراض نفسية. وإنما يلي عنده هو استعداد أو يلي عنده OCD أو يلي عنده أي اضطراب. ممكن هلا يزيد. يلي عنده انكزايتية يلي عنده انكواسي يلي عنده دي برشن ممكن هلا يزيد. بالنسبة للفقر. الأشخاص يلي نحن منعرف انه اوكي الدول عم بتجربة تساعد بس ما فيها تساعد كل العالم. في أشخاص ما عندها مساري في أولاد بدها تعيش. عم نشوف سويسيد عم نشوف مشاكل كتير كبيرة. وعم نحكي عن إطاقات كبيرة. بهالحالة الأشخاص يلي عم بتروح تسرق أو يلي عم تقتل تدريب مساري أو عم تعمل كريم. هولي مش إنه ما فينا نقول إنه آه نبرر لهم بالبوفرتي. أنا اللي بدي قوله إنه هولي الأشخاص يطلب الأد. مش ضروري يروح ويعمل جريمة سرقة أو يعمل جريمة شي. هلا كمان إذا اللي عم بيسرق عشرين دولار تيفوت يشتري من السوبر ماركت ما لنا سرقة. هون صارت الشغلة قتنية لأنه فيه عن جد فيه بزوان. بس وقت تكون الشغلة كتير كبيرة وقت تكون عن إطاق كبير ما فينا نحنا نبرر للأشخاص الكريمينال هذا الشي اللي عم بيسرقة. يعني هو الموضوع يعني مش بس بده حلقة بده أكتر بكتير تنوضح للعالم إنه عم بيصير كتير كونفزيون. عم بيصير كونفزيون بين المالادي بسيكولوجيك عم بيصير كونفزيون بين المالادي سوسيال. آآ عم بيصير كونفزيون شو يعني إنه واحد يعمل حجر صحي. حجر صحي يعني الشخص ما يعمل تاتش لوجه. عطول يلبوس الماسك. آآ متل ما قلو قبل شويز وما يلاقي. يعني صارعنا فاسيليتاشون لكتير أمور صارعنا التسهيل لكتير أمور صارعنا نشتري أونلاين صارعنا نقعد أكتر مع أولادنا نقعد أكتر مع الكوليك طبعنا نحكي أهلنا. كنا قبل يقولونا بليد واين كون ما عم تحكونا. بس كمان ننباش إنه خف علينا دافع مساري. بس خف علينا الانكم. يعني نحنا إذا بنا نجي نحزبها. نحنا خسرانين مش ربحانين. ربحانين الصحة. ربحانين إنه إحنا مجبورين نعمل هول الأشياء. تنضلنا قنبانة سنتي لأنه إذا فاولوا الأوبيتالات. إذا ما كان عنا عدد ريسبيراتوري قدي. إذا بيمط رحصاد نمبر دي مالاد زيادة. على الأوبيتالات. ففي ناس رح تنكب على الطرقات. ورح يصير الإبيدامي بخطر كتير كبير. ورح يصير خطر كتير علينا. يعني منا مسحة. الموضوع كتير دقيق وكتير خطير. والبريز أنشاج اللي عم تنعمها البسيكولوجيك. قد ما أقول. وقد ما أصفها بطريقة حلوة. بعدها إنسوفيزانت. بعد عنا نيد. شو بدي يصير لبعدين؟ هلأ كانوا عم ببعطولنا ميل هلأ قبل ما حضرتكم تصوروا البروغرام. عم بقولولنا. عملولنا ترى possibility هيك عم بيصير الشغل بلبنان. عملولنا possibility إذا نحنا سنتج خلصنا من الكوفيد-19 ورجعنا حياة عادة. عملولنا تاني possibility. نحنا نحضر كورات نحنا دا كاترة الجامعة. تاني possibility يكون عنا نص بنص. 50% presence. و50% online. عملولنا possibility يكون 100% online. هدا اللي نحنا عم نعمله هلأ بلبنان. يعني عم نعمل كل الاحتمالات. لأنه عن جد نحنا بالإنكوننو. والإنكوننو لناس يعني أصلا عندها مشكلة. لأنه كلنا نحنا عندنا مشكلة إنه ما في مصارب. يعني كلنا بدنا نشتغل بدنا نسافر في أولاد بيود وكذا. فهيدي الإنسيكوريتي economic عم تعمل كتير إشياء. عم تخلق كتير مشاكل. وقد من نجرب نستوعبها ما فينا نستوعبها. يعني عن جد نحنا بمشكلة كتير كتير كبيرة. بس اللي بدنا نقوله. متل ما عم نقول إنه في كتير عنا إشا نيجاتيف. عنا شي بوزيتيف. بوزيتيف إنه صار عنا كتير 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 جمعيات. صار عنا كتير association. صار عنا بكل بساطة بكل بساطة. واحد ما عنده مصارب ينزل عحا يلا مطرح للدولة إن شاء الله دركي عالطريق. هالقد بيقله أنا شو عان بيخطو بحضارة جمعية. هيدا الأفانتاج. الأفانتاج ما في واحد يقول أنا ما عم بلاقي شي بخبث. عرفتشوا. يعني أوكي نحنا ما عندنا مصاري أوكي الدولة صار كتير عالي. أوكي أولادنا يمكننا محجوزين برا وهلأ المطار شوية شوية نقدر نجيبهن. بس الأفانتاج إنه قد ما فينا. عرفت كيف يعني كل ما يكون عنا صعوبة عم نشي اللي بنينا عم بليه إشي. تكافل إجتماعي. هناك تكافل إجتماعي مشهود. نعم تكافل إجتماعي. لكن هناك يوجد وقت الأشرح في الوصول المثال. هناك يقول لك هذا مهم. هناك نجيل. هناك التكافل والتضامن. ونقل uno ceو يقول لك هذا مهم. هناك مالادي. نعم. يعني ما بعد الحجر الصحي. ربما الآن كما وضحت دكتور أريتا. السيناريوات ليست واضحة إلى حدود الآن. هناك عدة سيناريوهات ماذا سيقع مستقبلاً غير واضح ولكن مجملاً نفسياً كيف سنتعامل مع الشروط والتدابير الاحترازية ما بعد الحجر الصحي اليوم الناس جالسة بمكانها ربما رسكت صورة أساسية جداً للجانب الاجتماعي وحاجة الناس ربما اليوم عدد كبير من الناس في العالم يجب أن يشغلوا لكي يستمروا ولكي يستطيعوا أن يتكفلوا بأسرهم فبالتالي خروج أو ما بعد الحجر الصحي كيف سنستطيع أن نقنع أنفسنا بضرورة وضع كمامة بضرورة الابتعاد عن الناس يعني الحفاظ على الأقل متر ونصف عن الآخر التباعد الاجتماعي كيف سنقنع نفسنا بعدم تصافح وعدم التواصل الحميم الذي اعتدنا عليه في علاقاتنا الاجتماعية فهناك أمور ستتغير ومن الصعب أن نقنع الإنسانية بها فكيف ترون الموقف يعني بلبنان مش بس بلبنان زي ما نحكي انترناسيونال عالميا كل المالذية إبيديميك بدون يطلعوا مكسيموم يرعوا يقصدوا يعني أكيد الأعداد حتضلت تزيد وأكيد الأعداد قد ما نعمل بمطرح بدي يكون كل يوم عنا إصابات يمكن 11 ويمكن 50 عم تتروح نهارا عم بيكون 11 وهم 50 هلا نحنا شوي يعني الدولة عم تجي تقول يعني اللي ما بيكون حاطة كمامة بدو يدفع خمسين ألف فمتل ما قلنا يعني لأنه العالم في ناس إدوكي في ناس عم بتحط الماسك بار بار إنه أنا ما بدي أعمل إكل زبط عرفتشو قضي يعني عم بتكون الأمور كتير عم بيكون عنا سوي في سوي في لصالح العالم يعني يلي منه مقتنع ويلي معتبر هيدا الشي داني بمطرح عم بقول لا أنا إذا ما حطيت هيدا الشي أنا في عندي عقوبة بدي أخذ دب فور إيش عبي هالبناليتي عم بيعملوا هيدا الشي هلأ كيف بدأت تصير بعد في عنا مثل ما قلنا عنا تلاتي كا يعني إذا رجعنا للحياة الطبيعية وما في فاكسان بدنا نتعامل إنه أنا شخص إنفكتي وغيري إنفكتي أنا مشبورة مشبورة حط الماسك مشبورة ما يصير في تاتش مشبورة يكون في دو متر مشبورة إنه الماسك غيره مشبورة حطه بمطرح يكون إيزولية مش إجي وكبه بمطرح كمان يكون هو سورس دينفكتشون لغير شي مشبورة شغلة كل شي بين عمل أونلاين عمله أونلاين وما إظهر غير عن جد كون عايزة إظهر ومجبورة إنه أحمل لأولاد لأنه أول ما طلع الكوفيد نانتين ما هني تو فيروس سارس و الكوفيد نانتين يعني بمطرح بعضنا لهلأ حطه شو هي هدي الفيروس من شو الأوريجين طبعه هلأ ما عم نعرف شي بيقولوا شوف سوريا شي هلأ مطلعين لي أنا المال جديد عم بيقولوا من نوش بعضنا ما منعرف شي بيقولوا فابريكي بيولوجي ما عنا كيستيون سيونتيفيك نات يعني ما عنا حدا يجي إلنا هيدا شي من هيدا الشي وهيدا اللي بيخوز هيدا اللي بيخوز بس نحنا مشبورين نتعامل إنه أنا أمفكتة غيري أمفكتة أحمي غيري ونحمي لأجياء ونحمي لأجياء ونركز بالدرس الأونلاين أنا نركز إنه الأولاد ما يفوتوا بالأدكشن على الكمبيوتر وعالإنترنت وعلى الألعاب الإلكترونيات لأنه منكون بيشي منسير بيشي لأنه في احتمال هالولد عم يقعد كل الوقت بلاي ستيشن وببجي وفورتنايت مبعد تشوف كل الوقت كل الوقت وعم بيقضي وقت كتير كبير فيه احتمال كتير كبير يفوت على الأدكشن بيوت صغيرة ومنعرفت كيفها هاو دي كلهم بدنا ننتبه لهم بس هم شي الصحة الصحة الجسدية والصحة النفسية ويكون الشخص الأدوت عم بيقوم بيواجبه يعني مش يقعد بده يشتغل شي تيقدر يأمن للبرسان أجيو للصغار نعم إلا سبحت لي يعني دكتورة ليتا سأنتقل عند دكتورة سالي دكتورة سالي ربما نحن اليوم أمام تعايش مع فيروس سيطول لقاؤه بنا يعني عشنا مرحلة الإصابة عشنا مرحلة العلاج عشنا مرحلة التجارب في العلاج عشنا مرحلة محاولة حصر الفيروس عشنا مرحلة البحث عن مصل أو عن حل نهائي للفيروس لكن إلى حدود الآن لا توجد أي إثباتات علمية قاطعة وبالتالي الدائرة الاقتصادية متوقفة ولن تستطيع أن تستمر في توقفها فسيكون لنا أن نرجع ثدريجيا لحياتنا ليست كما هي ولكن سنتعايش مع عدو مجهول لن نستطيع أن نوجهه إلى حدود هذه اللحظة التي نتحدث فيها نعم طيب يعني خلونا متفقين أن يعني الاترابات النفسية يعني كل الأطباء النفسين في كل دول العالم لمسوا قد أي معدل الاترابات النفسية ذات سواء الاكتئاب انتحار شفنا حالات انتحار كتير في الكورنتين اترابات الأكل الناس قاعدة طول اليوم في البيت مع التوتر بقوم بيدخلوا في بيأكلوا بدون جوع بيأكلوا بس يعني بمجرد التوتر وحاجة مؤقتة بتديهم سعادة أو راحة نفسية مؤقتة كل دي كل الأطباء لحظوها كمان الشيء اللي لاحظناه أن يعني معدل زيارة المرضى للأطباء النفسيين زاد جدا ودي أنا شايفها نقطة كويسة أن إحنا كأطباء نفسيين لازم نستغل النقطة دي في مساعدة الناس على التخلص من استجمى المرض النفسي إحنا عارفين أن أغلب الدول العربية عندهم المرض النفسي ده في استجمى أن أنا ماينفعش أروح لدكتور نفسي أنا يتقال علي أن أنا مجنون وعيب أن أنا أروح دلوقتي إحنا ملاحظين أن ناس كتير قوي بقت بتروح لأنه هم فعلاً حاسين أنه هم محتاجين لكده فده دورنا كأطباء نفسيين أن إحنا نزود توعيد الناس بأن المرض النفسي مش جنان ما فيش حاجة في الطب النفسي أصلاً اسمها جنون إن اللي محتاج الحزن هناك فرق كبير ما بين المرض والاضطراب نحن جميعاً مضطربين بدرجات ونحتاج الأخصاء النفسية بطبيعة الحالي طبعاً في الطب النفسي فيه مرض يعني بيبقى مجرد مرض عصابي وفيه مرض زهاني اللي هو بيذهب العقل أنا يعني كلامي هنا عن الأمراض العصابية اللي هو التوتر الإكتئاب الناس بقت بتتوجه بدون خوف زي قبل كده للأطباء النفسيين فدورنا إن إحنا نزود توعيد الناس الدولة لازم تعمل حملات توعية إن أي حد يعني حاسس إن عنده أعراض اكتئاب أو قلق ما يترددش إنه يروح للطبيب النفسي نحاول إن إحنا نعالج الاستجمة بتاعة الطب النفسي دي برضو اللي إحنا عايشين في دلوقتي وحيبضل معنا زي ما قلت إلى أن يعني يكتشفوا لنا دواء أو مصل هو خوف الناس من الإصابة بالعدوى وأنا بصراحة شايفة إن الخوف ده حاجة إيجابية يعني لأنه هو هيكون المحفز إنه حيخلي الناس إنها تلتزم بالتعليمات الصحية إن أنا أبقى لابسة مات ما أدخلش في تجمعات بدون حماية إن أنا أخسل إيدي على طول فإحنا لازم نستغل الخوف ده استغلال إيجابي ولكن في نفس الوقت ما يوصلش لدرجة البانيك لأن في ناس عندها الخوف برضو مبالغ فيه ودخلوا في بانيك ديس أوردرس كتير جدا فإحنا عايزين الأمور تبقى بسط إن إحنا لازم نفاهم الناس إن الموضوع آه خطر بس في نفس الوقت سهل قوي إنك تحمي نفسك منه بإنك تاخد الإحتياطات الصحية المطلوبة بالنسبة للي أنا برضو لاحظته إن الحكومات في دول العالم كلها يعني كلنا أغلب البشر اللي عايشين دلوقتي على كوكب الأرض ما حصلش إن إحنا صادفنا وباء عالمي زي دلوقتي يمكن آخر وباء كان من 102 سنة لهو الإنفرونزا الأسبانية في 1918 ما تخيلش إن في حد عايش معنا دلوقتي يعني يكون عصر الوباء ينغر يمكن أعداد بسيطة فده بالنسبة لنا يعني أول مرة نتعرض لحاجة زي كده فأكيد برضو يعني الحكومات هتراجع نفسها في استعدادها بالنسبة للمنظومة الصحية لازم هيكون فيه إعادة دراسة إن إحنا نزود عدد المستشفيات عدد الخدمات الطبية استعدادات المستشفيات لتقبل أعداد أكتر بكتير وإنها يكون فيه إمكانيات أكتر بكتير لإن دي أول مرة إن إحنا نواجه حاجة زي كده بالنسبة برضو للصفر آقل حياة هترجع بالتدريج بس برضو أنا شايفة إن هيبقى فيه قيود على الصفر الأمور مش هتفتح يعني على مصر عايها زي الأول هيبقى فيه تخوف جدا يعني من الدول اللي يمكن إنما المعدل الجاهل فيها أكتر لأن ممكن يكونوا ما بياخدوش الإحتياطات الصحية المناسبة فبالتالي يعني إن إحنا نحصل على تأشيرة مثلا لزيارة الدولة أوروبية أكيد حيكون فيها شروط وقيود صعبة الصفر حيكون فيه يعني كبير إلى أن يكتشفوا لنا العلاج في حاجة مهمة عايزة أقولها في موضوع العلاج ودور شركات الأدوية إن إن شاء الله لما يكتشفوا لنا الفاكسين أو الدولة أنا شايفة إن ده حيتوفر لكل دول العالم سواء الدولة الغنية أو الفقيرة ما ينفعش إن أنا أحصر العلاج على الدولة الغنية بس لأن أنا لو سبت الدولة الفقيرة بدون علاج أكيد حيرجعوا يعدوا الدولة الغنية فأكيد العلاج حيتوفر في الدولة الغنية ممكن بأسعار غالية لكن هيكون فيه اتفاقات مع الدول النامية إن يكون الدواء متاح بأسعار زيادة عشان نقدر نعالجي الناس وده اللي حصل مع الهيباطاية السيم زي ما شفنا أسعار العلاج هيباطاية السيم في الدول الأوروبية وفي أمريكا مرتفعة جدا بالمقارنة بالدول النامية الأسعار قليلة جدا المرض ده مستوطن في مصر وفي الهند فإحنا لو معالجناش الناس اللي في مصر وفي الهند هيرجعوا يعدوا لنا العالم كله فده دور شركات الأدوية إنه هم يعني يحطوا في الحزبان إن الدواء أو الفاكسين حيتوفر لكل دول العالم الخوف بقى من بعد انفتاح البلد الخوف من الناس اللي هتجري من العزلة اللي هم كانوا فيها على التجمعات ده الخوف منهم لأن فيه ناس أكيد شباب فيه مراهقين زهقوا من قعدة البيت فما هيصدقوا إن الدنيا فتحت ممكن ما ياخدوش في بالهم يعني الاحتياطات الصحية وده ممكن يدخلنا في نوبة تانية من الوباء فده دورنا إن إحنا نشتغل على الناس دي كويس قوي وإن إحنا نوعيهم فيه نقطة تانية أنا كنت حابة أقولها يعني زي ما الكورونا عملنا يعني بوزيتف إفكت إنه زود الترابط الأسري بس من ناحية تانية كان فيه نجا دي بإفكت إنه شوفنا في كل دول العالم تقريبا الريبورتينج بتاع اللي هو العنف الأسري ذات يعني الزوج والزوجة عاديين في وش بعض آه الأرب كويس ومطلوب ولكن في حدود لكن لما يزيد الأرب عن حده ده لاحظنا إنه زود مهدلات العنف بقى فيه تبليغات أكتر عن العنف الأسري فالتوافد والترابط الأسري سبق ونقشنا هذا الموضوع من خلال البرنامج وفعلا يعني الأرقام حول العالم تشير لأنه ارتفعت نسبة العنف العنف ضد المرأة بصفة عامة والعنف الزوجي يعني بصفة خاصة للأسف النقاش شيق جدا وممتع جدا مع كنا سيداتي ولكن الوقت يعني ضيق جدا فقبل الختام نرجع ليك أمينة مرة أخرى يعني الرسالة ما بعد الحجر الصحي ما هي الرسالة اللي يمكن أنا كيتوجيها الناس اللي يمكن يتابعونا اللحظة كل شيء عياه كل شيء بغي يخرج كل شيء يفكر يخرج كل شيء يتسنائي يقولون ليه يخرج ليه بغي يتقدل ليه بغي يمشي القهوة ليه بغي يمشي الريستو ليه بغي يمشي للبحار ليه بغي يمشي يخدم كل واحد والهاجس اللي اليوم أمام يعني النفسية دياله ما هي الرسالة اللي يمكن للجنبس بالفعل سوكينا الموضوع دياله هو ما بعد الحجر الصحي وما هو متوقع من طرف الساكنة المغربية كان عارفوا بأن المجتمع المغربي هو المجتمع اللي هو يميل شيئاً ما العيش وسطة الجمعات لذلك مفعب أننا ستشغل دياله نقولوا ليه سيبون راحنا خرجنا أو لحيدنا الحجر الصحي وأنكم تترجوك أننا لدينا مجموعة من الأشياء كمثلاً تقبل الوضع أنا سيقول لهم بشكل ما هو ديال خيسي هذا كباش حتى اللي توصل للرسالة توصل الوضع أو بسيطة الوضع اللي حنا فيه الوضع اللي حنا فيه هو أن الفيروس بقي مسالاش الفيروس ما زال مستمر سوحنا قلسين في الدار أو لا سنخرجوا الفيروس لازال موجوداً إذن تقبل الوضع بالدرجة اللولى ثانياً الوعي الاجتماعي أو الوضع مجتمعياً أننا إلا ما درناش مجموعاً تدابر سخية اللي هدرنا عليها قبيلة واللي هدرنا اللي كتخذر عليها وزارة الصحة وكتخذر عليها سلطة المحلية وكتخذر عليها لفل اللي غادجو اللي هم مشكورين أو لفل في القنوات السلفزية أو لفل المصمي جاء أنجر إلا ما وعيناش بهتدابر رقية أنه هي اللي غتحمينا باش نقدروا أننا نحافظوا على الحياة ديالة اللي هي أتمنى شيء عندنا اللغة ما يمكن لناش أننا نخرجوا هذه أولاً جوج تعاون التضامن اللي هو شر أساسي وخاصة الناس اللي هما فقدوا الوضع في ديالهم سيفغير كتضامن معهم وكان هناك تضامن وتكافل اجتماعي فاش كان لغات في ديرهم ولكن هذا لا يمنع أن نحسن بعد الخروج إلا كانوا مازالي المتضررين للمساعدة من طرف الدولة ونحن الحمد لله في المجتمع المغربي اللي تنشأ الصندوق ديال كوفيد-19 بيحاول أنه يعاول العديد من الأشخاص اللي هما فقدوا الوضع إذنهم أيضاً الصندوق ديالة منشماعية جمعية المجتمع المدني بثلاث أنها بشعون هذي ناس سلطات محلية وغيرها يستمر يعني وخلنا بعد الحجر لا يحبسوش أن الناس خارج يخرجون وليس للمعاد ذلك رغم بطاقة تشديد خاصة لأن الناس لم يعاوش بأن رمضين للكمامة جالي واختين لتدفع صحيح جالي كنقول بأن خاص يكون واحد تدخل للدولة على شكل عقوبات أو غرامات مالية على شله بشأن الناس يحافظوا على هذه النسبة التي هي من خافضة الوباء سين وغنولي وغنرجعو هذا تشديد للأولاد وربما أمينة المشار ليه هو أن يكون تخفيف ولكن مع الحزن لا يمكن أن نرخي وكون شيء ميزمية يعني يكون واحد نوع من الحزن في التعامل مع أي شخص محترم الشروط والتدابير الاحترازية طبعا حاليا وحاجة الأخرى هي أن أنا أدو من هذه النبعة الفرضانية والنبعة الألانية لكل واحد يشوف غيراثه ونخرط شوية الفكير الجماعي الذي يهم هو أن نحن كاملين نحفظ على الحياة ديالنا بهذا تدابير الصحية كيف ما قلت لك سننجره بالوع المجتمعي أكيد طبعا نحن نختم لقاء دائمنا سننتقل عند دكتورة ريتا ربما الصورة في مجملها صعبة الفيروس لازال مستمر سنتعايش معه لمدة أطول وربما قد تتجاوز سنة وأكثر فكيف لنا أن نوجه الرسالة المباشرة للتعامل ما بعد الحجر الصحي لأنه من المستحيل أن يستمر الحجر الصحي لمدة أطول قد تكون بعض تمديدات لأسابيع ربما لأيام أكثر ولكن الآن أصبح من الصعب أن يطول التمديد لأشهر أكثر الرسالة المباشرة للإيدان واستعمال السائل بحال ما كان فيه ماء وصابون ما يسلموا عن بعض ما يبصوا بعض ما يستحوهم من بعض نحنا بلبنان كتير منحب بس نشوف حدا السلام عننا وكذا ما عايش ما حدا بيزعل وتعودوا يعني حتى أهلنا ما بقى يزعلوا إنه إذا ما سلمنا عليهم هيك كرمال ما يصير فينا اللي صار بالمطارح اللي استلشقوا اللي هنا المطارح كتير مثقفة وكتير مرتبة وبلدان كتير مرتبة لأنه استلشقوا بالآخر صار يموتوا الناس عالطريق صار يموتوا الناس ما في حدا يروح عالدفن ما بدنا يصير هيك بدنا نحترم هيدا الشي نحترم المسافة اليوم أنا كنت عم بتصور كان فيه رئيس الجامعة وكان فيه الوزير وهيدا شي حلو لأنه مش مسحة يعني بدنا نشتغل مصبوط تنعيش وإلا بدت تصير الابيديمية أكتر وما بتصير لمدة بس على البلد بدت تنقل من بلد لأنه ما فينا قدما نقول ما هنسافر ما فينا يعيش ولا ما اجي لعندي تجي لعندي وروح عمصر روح على الكوات ما فينا مرحبا بي خاصة مرحبا بي خاصة خاصة نحنا الفسيكولوج ما فينا ما نكون عطول مع طول مود أنا بروح على قطر بحكم بروح على دوباي بحكم بروح عفرسة بحكم لأنه إحنا ما فينا إذا ما كنا عطول بالإشياء بالمالادي بالأتود بالترابي بالتاست خلص يعني ما بقى فينا نشتغل إذا ما نضلنا عطول كل تاست يصير ناخده وانا عندي دي زمية أنا من كتير بلدين برا من جنسيات مختلفة تا ضلني عطول عارف شو بلشنا ويسك طبعة تاست الزكا صرنا كاتر صرنا هلأ سينك هلأ بدون يعملوا السيد كنا نابسي وان صرنا نابسي تو ما فينا بدنا نضلنا نروح ونجي ونجيب التاستات ونحمي هالجيل اللي بده يطلع الله يصر كيف حيطلع إذا نبالس بالكورونا نتمنى نتمنى أن تنتهي الفين وعشرين بنهاية كورونا بإذن الله لأن سنة استثنائية و أنا أمل أن لا نعيشها مرة أخرى بإذن الله قليلا شكرا لك دكتورة ريتا أنتقلك دكتورة سالي ربما كما سبق أشرتي يعني عيشنا محلة استثنائية نسأل الله أن لا يعيد علينا مرة أخرى ولكن خروجنا من هذه التجربة ربما وضعنا أمام إعادة لحسابات عديدة جدا مع يعني مع محيطنا مع نفسنا مع كل ما يحيط يعني بنا كإنسان يا جمع ولكن التعايش اليوم أصبح مفروض فكيف لنا أن نتعايش بقلب مفتوح وفي نفس الوقت باحتياطات يعني حازمة وجدة جدا لأنه ربما الفيروس لازال ستطول إقامته معنا تمام يعني أنا بقول لكل الناس اللي بتسمعني أن إلى أن يتم اكتشاف العلاج أو الفكسين لا عودة للحياة الطبيعية اللي هي كانت قبل الكورونا هنرجع هنرجع للحياة لو تقدر تشتري حاجة أونلاين اشتريها أونلاين أفضل من أنك تروح بنفسك للمحل وتختلط بالناس بلاش أن نندفع بفرحاتنا بعودة الحياة تاني وأن ننسى الوباء اللي احنا فيه الموضوع المطول معنا ولسه احنا مكملين فيه لازم يعني محافظ على الخوف الصحي مش الخوف المرضي أنا يعني مش عايزة الناس تترعب من الكورونا ويدخلوا في لا أنا عايزة هم يخافوا الخوف الصحي اللي يخليهم يعني يهتموا بالتدابير الصحية اللي لازم نعملها وبرضو دور الدولة ما ننسهوش ان هم يعني يوعووا الناس وفي نفس الوقت يحطوا برضو يعني يعني قرارات صارمة للناس اللي ما بتلتزمش بالتدابير الصحية دي فخلونا متفقين على كده ان يعني حنتعايش شوية في الموضوع الموضوع مطول ما تخافوش الكورونا يعني سهل جدا انتشاره لكن يعني سهل برضو ان احنا نتفدي فانا مش عايزة اخوف الناس ومش عايزة طمنهم في نفس الوقت عايزاهم يبقوا في حالة وسط ما بلاش تتخيل ان هيجي لك الكورونا حتموت وبلاش تتساهل خليك يعني متوسط حافظ على يعني الاجراءات الصحية المناسبة وبس الى ان يعني نتمنى خريبا يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب سعيد جدا بهذا اللقاء رائع جدا معكم شكرا جزيلا لكم على قبولكم الدعوة وتشريفكم لنا في البرنامج كان بغي نتقدم بالشكر الجزيل لطبيعة الحال للدكتورة سالي فتحي فهمي وهي اخصائية امراض نفسية خريجة كونية طيب جامعة اسكندرية شكرا جزيلا لك على هاد الدردشة الغنية وعلى قبولك الدعوة وكنت سعيدة جدا بهذا اللقاء اهلا وسهلا بكم مرحبا بك في المغرب نكون سعيدين اننا نضيفوك وان شاء الله بإذن الله ما بعد كورونا مرحبا بك اهلا وسهلا بك اكيد شكرا لك وشكرا الاصدفة الكريمة وشكرا لكل شعب المغرب واكيد ان شاء الله لازم حيكون في زيارة للمغرب قريبا مرحبا بك مرحبا بك جزيلا لك على قبولك الدعوة شكرا جزيلا لك على الدردشة الطيبة وسعيدة جدا معرفتك ومرحبا بك في المغرب لانه ربما لم يسبق لك انك يزورتي المغرب بغى نكون سعيدة جدا انا نصدفوك مرحبا بك واهلا وسهلا بك انا بوعى عنديك انه ان الله رد بصيخ لازك كوفيد 19 اول صيفية من بعضه انا بدي اجل عندي مرحبا بك مرحبا بك الله يطولنا عمرك مرحبا بك كنشكر ايضا الاستاذة امينا نقيري هي استاذة ومحليل الجماعية شكرا جزيلا لك امينا اشتقيت الدردشة معك كنت سعيدة جدا انه تتركينا في البرنامج من شاء الله بإذن الله لانه موعد قريب بعد ان شاء الله بعد كوفيد ساعتش من شاء الله بإذن الله نلتقي امينا اشتقينا لك واشتقنا الجلسة ديالك وشكرا جزيلا لك على المشاركة الطيبة شكرا جزيلا سكينا على البرنامج الشيق المفيد ايضا للعالم وخاصة للعالم العربي شكرا ايضا بالضريفات الدكتورة ساني تكسي ودكتورة ريتا تشرف بالمعرفة جالكم ومرحبا بكم محسنا في دورة المغريب لوقت اللي جيو أهلا وسهلا سكينا بينات لك حرقة وفو مرحبا بكم جميعا الله حفظكم لأخذكم في ختم لقاءنا اليوم طبية الحال لمشاهدين ما بقى لي إلينا نقول لكم خروجنا اليوم من الحجر الصحي يصبح من الممكن لكن تعايشنا مع الفيروس يصبح أساسي فالله يخليكم ربما كلنا عشنا مرحل صعيبة في تعاملنا مع كوفيد-19 وكلنا دوزنا مرحلة اللي كانت صعيبة على نفسيتنا وعلى اللي محيطين بنا أملنا اليوم نرجع لحياتنا الطبيعية كلنا اشتقينا أننا نرجع لحياتنا الطبيعية ولكن ما كيش شي واحد فينا اللي كي يتمنى يرجع للصفر يعني نعاود ونعيش تجريبة من أول وجديد إلا كان طموحنا اليوم أنه نعيش لحياتنا ونرجع لحياتنا الطبيعية فواجب علينا أننا نحافظوا على الشروط السلامة الاحترازية وشروط الاحترازية عفوا إذن دائما الكمامة نبدلوها كل ربعا ديالي الساعات وإلى فزقات الكمامة نحيدوها ومن ينحيدوها نفكروا في رجل نظفة اللي غي يجمعها فالله يخليكم نديروها في حد كيس بلاستيكي ونسدوه لها المودة ديال 12 ساعة عاد نلقيوها في الأزبال حاجة أخرى عاود هو أنه نحافظوا على التباعد الاجتماعي إحنا معرفين أنه من عادتنا ومن أعرفنا كنسلمو سنحبو بعديتنا سنعنقو بعديتنا سنبوسوا بعديتنا هاد شي من عادتنا وافتقدنا أنه نطلقوا مع أحبابنا ويكون سلامنا برد ولكن اليوم الضرفية فرضت علينا فنخليوا تباعد بيننا وبالناس على الأقل مترونس أحبابنا فالسلام اليوم ربما أصبح سلام عن بعد ولكن بحرارة القلب دائما عن بعد إلا كنا نبغيوهم فعلا فما نكونوش سبب في أننا نأديوهم لأنه الإصابة بالفيروس ممكنة وكي نحميوا نفسنا ونحميوا الآخر خسنا نتعاملوا لأننا دائما نحن مصابين ونحميوا الناس مننا والناس الآخرين مصابين ونحميوا نفسنا منهم مسألة الثالثة نحافظوا دائما على تنظيف اليدين ديالنا طبيعة الحال بالموز السابون كل 30 دقيقة على الأقل وإلا ما كانش بالجال يضغوا ألكوليك طبيعة الحال كل 30 دقيقة نتفدى ونحكوا عنينا نحكوا نيفنا نحكو وجهنا أمور يمكن أنها تساعد على انتقال الفيروس وبطبيعة الحال نحافظوا دائما على شروط التعقيمية باش نقدروا نرجعوا لحياتنا بالتدريج وما نرجعوش نعيشوا المأساة لأكيد أنه كلنا خلت فينا أثر سلبية لما كانت مننا واش مرة أخرى شكرا لكم مشاهدين وأوفيئنا وكانت رب لكم موعد طبيعة الحال الأسبوع المقبل دائما على موقع للا بلوش شكرا لكاريم نايتسي مخرج اللي قائب طبيعة الحال كنشكر أيضا يونس وحيدي كرام دون تفرعيتي لا ونتمنى نسمع لكم دائما أخبار الخير صبحوا لها خير